السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصول صلى الله عليه وسلم أنا حتكلم بالعربي حينما علمت بالمؤتمر القمة الإنساني أنا صميته حلم Dream Summit بدأنا الحلم بلا شيء بلا شيء يعني بلا شيء فاليوم بنحتفل تسعة وتلاتين ورشة ستة وتلاتين دولة عملناها سويا وهي دي الشراكة الواقعية الحقيقية اللي بنهني فيها اليوانا واتشا والأو عي سي والليجو بأراب سليت وطبعا بنهنيكم جميعا لأن بدون هذه المؤسسات التي احدثت هذه الورش وبدون مشاركة هذه المؤسسات الإقليمية والقممية ما كنا نصل لهذا الرغم فاليوم نحن نحتفل لمعنى احتفال عند عيمين من بعض المخرجات هي كان إبراز دور المؤسسات لنظمة هذه الورش العمل إبراز أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني الإنسانية في دول الجنوب وأنها شريك فاعل في المسيرة الإنسانية الدولية إبراز دور الجاليات العربية اللي موجودة في أوروبا وفي أمريكا وأنها ليست مصدر للإرهاب ولكنها مصدر لبناء المجتمعات الفقيرة ومصدر لتصدي الكوارث الإنسانية في الصمال وفي كل مكان في العالم أبرزنا أيضا في المشاورات دور إبراز تأثير قوانيم محاربة الإرهاب محاربة الإرهاب على العمل الإنساني من الصعوبة في تحويل الأموال إلى التأثيرات الأخرى أبرز أيضا دور الشباب والنساء قطر استضافت مؤسسة تروتا المشاورات الشبابية ونشكر روتا على هذا أما دور النساء فمنا هنا فيه كان دور واضح جدا للنساء التي تقول مؤسسات مجتمع مدني زي في السعودية في مؤسس الوليد الأخت عبير أو هنا فيه عندنا شازا وعندنا مين تاني سمية الميمان وعندنا هديل وعندنا في دبي كذلك شيماء شيماء إلى آخر هؤلاء النساء يعدلنا الرجال في العمل الإنساني وفي عمل أخرى فلا يهمش في ذلك دور المرأة هنا خديجة وفاطمة وعائشة في القرن الواحد وعشرين والاثنين وعشرين والثلاثة وعشرين وأسماء وكل اللي انت عايزهم ربنا يبارك فيك إن شاء الله أبرزنا أيضا في المشاورات دور بناء الجسور بيننا وبين حكومتنا وبيننا وبين مؤسساتنا الداخلية نحن لن نعمل في معذل عن مجتمعنا ولن نعمل في معذل عن حكومتنا ولن نعمل في معذل عن المؤسسات الدولية لابد أن تبنى الجسور وتبنى الشراكات وننسق العمل لكلا يهدر المال الإعتماد أبرزنا دور الإعتماد على الكفاءات من داخل اللاجئين والنازحين نفسهم قضية سورية فيها كفاءات عالية جدا فلابد أن نستفاد من هذه الكفاءات إبرز بالإقطاع خاصة كلمته فيه نحن الآن بعد كل هذا كمنظومة رسمنا خريطة طريق سنسير فيه سويا ولن نتوقف بعد اليوم في هذا العمل كمؤسسات مجتمع مدري أنا لا أتكلم عن مؤسسة أو مثلها أنا أتكلم عنها جميعا لا تستطيع مؤسسة بوحدها أن تقوم بما قمنا به جميعا سنسير سويا قبل انعقاد مؤتمر القمة أثناء انعقاده وبعد انعقاده الجمال في الموضوع أن كانت الأمم المتحدة ليس حتى رؤية لما بعد القمة لتتركنا نحن نحدد هذه الرؤية وسنحددها بإذن الله الأمر لا تضم المؤسسات الدولية والإقليمية والأمم المتحدة الإصلاح الداخلي لكي نكون فعلا شركاء فاعين داخل أروقة هذه المؤسسات وداخل إدارات هذه المؤسسات لأننا ندور رائد نتمتع به ولنا شعبية كبيرة بين المجتمع الذي نعمل فيه والمجتمعات الأخرى والإصلاح الداخلي الذي يسمح بوجود هذه المؤسسات العربية داخل مؤسسات الأمم المتحدة داخل الجامعة العربية داخل منظمة التعاون الإسلامي داخل الجامعة الأمم المتحدة لدينا ممثل واحد فقط دكتور عبدالله المعتوق أنا مش عايز عبدالله معتوق واحد عايزين من السعودية عبدالله معتوق من قتل عبدالله معتوق ومن البحرين عبدالله معتوق كل مكان عبدالله معتوق لأنه عندنا كفاءات تستطيع الأمم المتحدة أن تتمتع برؤاها وأعمالها التي هي ليست أعمال فقط إقليمية أو محلية أنا بس خلصت عشان إيه ما طولش كده نحن جميعا هنا لمحاربة ثلاثة أو أربع أشياء محاربة الإرهاب محاربة التطرف محاربة الإنعزالية والأصولية الغير سوية ولكننا سنحاربها كيف نحاربها سنحارب هذه المنظومات بالحب والإخاء والود والتكامل وليس بالعنف وليس بالسلاح سلاحنا الوحيد نتحدث عنه هو الحب حب مجتمعاتنا حب قيامنا حب دينا حب ثقافتنا ونحن كجمعيات إنسانية ومجتمع مدني لن نسمح لعجلة الزمن أن ترجع بنا إلى نوراء مرة ثانية بل سندفعها لتسلع بنا لبناء لأحداث تغييرات المجتمعية الإيجابية وبناء السلام والأمن المجتمعي بناء الأمن والسلام المجتمعي وآخيرا أقول لأخي Steve Bryan نحن لدينا أخيرا فايروز مجيشان لا يعطي من خلافة ولا يعطي من خلافة ونحن اصحابك في اليوم ولكن لا يكون مساء مجيشان وقتها من خلافة وقود لنا فايروز مجيشان موسى وقرامك ورحمة الله وبركاته